اشتركوا في القناة اليمينة مديرة تنفيذية للأمانة القرية للآلية الافريقية فرأس الجزائل منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء كرصة لتوحيد الجهود تعزيزا للتضامن الافريقي وخدمة لمصلحة شعوب القرى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنغريحة يترأس مراسم التنصيب الرسمي لقائد القوات البلية الجديد ويؤكد أن الجزائر عزمة أكثر من أي وقت مضى على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية في اليوم العالمي لحقوق الطفل مخطط عمل وطني أطر أليات الحماية وفي نشر صورة عن المخاطر المحدقة بالطفولة فذل سوء استعمال الوسائل التكنولوجية دعم للحركية الاقتصادية الوطنية المنطقة الصناعية الجديدة المطروحة بالطرف فضاء استثماري واعد بكافة المتطلبات ومراكز تطوير المقاولاتية دعامة لانفتاح الجامعة على محيط الاقتصادي ومرافقة خريجية الجامعات في تدعية التطبيع العامة نظام المخزن يهجر مواطنيه قصرا في عز موسم البر ويستغل أموال المخدرات في شراء الدمم والضغط على الهيئات الرياضية بداية وبصفته رئيسا لمنتدى دول وحكومة الالية الافريقية للتقييم من قبل النظراء أشرف اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على مراسم أداء السفيرة ماريان توانات روسكواتر اليمين مديرة تنفيذية للأمانة القرية للالية الافريقية M.A.E.P. لتوقع بعدها على محظر التنصيب وبالمناسبة القرية والجمهورية كلمة أكد فيها التزام بخدمة القضايا الافريقية ومن جهتها أعربت ماريان توانات روسكواتر عن امتنانها للقادة الافارقة على منحها هذه الثقة لمباشرة مهامها وفي كلمته التي ألقى خلال مراسم آداء اليمين هنأ رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون السفيرة ماريان توانات روسكواتر على هذا التعيين سعادة السفيرة ماريان توانات روسكواتر بصفتي رئيسا لمنتدى دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء أود أن أهنيكم على هذا التعيين ويشرفني أن أشهد أداءكم اليمين كمديرة تنفيذية جديدة للأمان القارية للآلية الافريقية تجمعون اليوم هذه المناسبة السعيدة لنقف معا متحدين في اتزامنا بدعم قيم الحكم الراشد والشفافية في جميع أنحاء قارتنا الافريقية كما عرب سيد الرئيس عثقته في أن الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء ستستمر في الازدهار وإحداث تأثير إيجابي على حياة شعوب القارة قيادتكم وتفانيكم نحن على ثقة من أن آليتنا ستستمر في الازدهار وإحداث تأثير إيجابي على حياة شعوب القارة أتمنى أن تغتنم هذه الفرصة بشغف وعزيمة من جهتها سيدة السفيرة ماريونتونيت روسكواتر شكرت القادة الأفارقة على الثقة مجددة التزامها بالعمل على خدمة القارة الافريقية أتوجه إليكم بأصدق التحيات الافريقية وأود بكل تواضع أن أعترف بالثقة الممنوحة لشخص متواضع لأكون القائدة للأمانة القارية للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء إنه امتياز فريد من نوعه ومسؤولية جسيمة أعتبره أمرا مسلما به إن القسم الذي أديته توى أمامكم وأمام الله القدير سيظل إلى الأبد مصدر وعي ودليلا قويا سوف يكون في جميع الأوقات تذكيرا بأنني أشغل هذا المنصب في خدمة شعبنا بإخلاص وإثار وتعزيز تطلعاتهم باحترافية وأداء مثالي وبنزاهة كما جددت سيدة السفيرة تهاني لسيد رئيسي الجمهورية بمناسبة عادة انتخابه لعهدة ثانية معتبرة إياه نموذجا للحكامة الافريقية اسمح لي أن اقتنم هذه الفرصة لأهنئ مرة أخرى السيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية على إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية في سبتمبر من هذا العام إن الدعم والثقة الكبيرة التي تلقها الرئيس تبون بمثابة شهادة حية على إفريقيا التي نريدها ونصب إليها وهي إفريقيا حيث يكون الحق الأساسي للشعب في انتخاب قاداته مقدسا وجهريا إن انتخابكم سيد الرئيس هو في الواقع شهادة حية على الإيمان والثقة التي يضع الشعب الجزائري في سعيم حقق أهدافه وفي ختام مراسم يداء اليمين أخذ سيد الرئيس الجمهورية صورة تذكارية رفقة سعادته السفيرة ماريانتونية روسكواتر المديرة التنفيذية للأمانات القارية للآلية الإفريقية وعقب أدائها اليمين أمام سيد الرئيس الجمهورية بصفته رئيسا لمنتدى دول وحكومات الآلية الإفريقية استقبلت سعادة سفيرة ماريانتونية روسكواتر المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية من قبل سيد الرئيس الجمهورية الاستقبال جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ووزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطف وبعد استقبالها من قبل سيد الرئيس الجمهورية أدت سعادة سفيرة ماريانتونية روسكواتر المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظر بتصريح أكدت فيه أنها تركز على المسائل ذات الأولويات القصوى للآلية اليوم تم تنصيبي كمديرة تنفيذية جديدة للآلية الإفريقية للتقييم من طرفي فخامت الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية والذي تسلم رئاسة هذا الاتحاد كرئيس جديد للآلية الإفريقية للدول والحكومات لعهدة مدتها سنتين وخلال مراسم أداء اليمين ركزنا على المسائل الهامة ذات الأولوية القصوى بالنسبة للآلية وهذه الأخيرة تكون بمثابة اتحاد إفريقي للحكم الراشد وخلال عهدتنا سنلتازم بمبادئ الحكم الراشد ومبادئ الديمقراطية التي نمتهنها في كل دول الأعضاء بما فيها الدور المحوري الذي تلعبه الصحافة في مجتمعنا وكون المديرة التنفيذية العامة للآلية رؤية المستقبل هي التقرب أكثر من الشعوب الإفريقية كإخوة مع التزام خلال هذه العهدة على العمل بكل شفافية وأمانة هذا وتسعى الجزائر عبر رياستها الحالية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظر إلى فتح حوار إفريقي إفريقي يهدف إلى إيجاد الحلول المستدامة والشاملة لمشكلات قارة تعيش في سياق دولي دقيق يستوجب توحيد الجهود لتعزيز التضامن الإفريقي بما يخدم مصلحة شعوب القارة الصمراء يفصل تتولى الجزائر منذ فيفريا الماضي رئاسة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وهي واحدة من أهم المبادرات داخل الاتحاد الإفريقي لتعزيز مبادئ الحكم الراشد والحكم الديمقراطي لتتجلى عهدة الجزائر من خلال رؤية جديدة وفعالة تستند إلى مبادئ الحوار والتشاور والتنصيق لمواجهة التحديات المتزايدة التي تعيشها القارة الصمراء لا سيما في ظل تصاعد ظاهرة تغييرات غير الدستورية للحكومات في الغرب الإفريقي الجزائر التي تنطلق من تاريخ طويل من الالتزام بقضايا قارتنا الإفريقية تسعى إلى بلورة حلول إفريقية خالصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وواقعها المتغير مقاربة تمثل التزاما صادقا من السيد رئيس الجمهورية الرئيس الحالي لمنتدى رؤساء وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من أجل تفعيل الآلية كأداة قوية لتعزيز السلم والأمن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا وتأتي القيادة الجزائرية لهذه الآلية خلال العامين المقبلين في وقت جيوسياسي دقيق حيث تعيش إفريقيا على وقع تحديات سياسية وأمنية تتطلب التعامل معها بحكمة وصرامة في الوقت ذاته إن رئاسة الجزائر للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تمثل فرصة لتعزيز روح التضامن الإفريقي وترسيخ مبادئ التعاون المشترك وهي أيضا تعبير عن ثقة القارة في الدور القيادي الذي يمكن للجزائر أن تلعبه في هذه المرحلة الحرجة بما يعزز مكانتها كفاعل رئيسي في صياغة مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وتنمية لشعوب إفريقيا باسم سيد رئيسي الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أشرف الفريق أول سعيد شنجريحا الوزير المتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني أشعبي اليوم على مراسم التنصيب الرسمي لللواء مصطفى سمعلي قائدا جديدا لقيادة القوات البرية فاطم أديب في البداية وبعد مراسم الاستقبال وبمدخل مقر قيادة القوات البرية وقف السيد الفريق أول بمدخل مقر القيادة وقف تطرح من على روح الشهيد البطل ديدوش مراد الذي يحمل مقر قيادة القوات البرية اسمه حيث وضع إكليلا من الظهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلافاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار إثر ذلك قام السيد الفريق أول بتفتيش مربعات إطارات ومستخدمي قيادة القوات البرية المصطفة بساحة العلم ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد القوات البرية الجديد اللواء مصطفى سماعلي خلفا لللواء عمار عثمني باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسومة الرئاسية المؤرخ في 12 نوفمبر 2024 ونصب رسميا اللواء مصطفى سماعلي قائدا للقوات البرية خلفا لللواء عمار عثمني وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفا لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة ليشرف بعدها السيد الفريق أول على مراسم تسليم العلم الوطني تشف في دائم المترجمون إسفارة تشف في دائم 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 ترجمة نانسي قنقر أن ألقى بالمناسبة كلمة توجهية بثت إلى جميع وحدات القوات البرية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد أكد فيها حرصه شخصيا على جعل من التداول على الوظائف والمناصب تقليدا متواصلا وثقافة سائدة ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف وديناميكية متجددة داخل الجيش الوطني الشعبي أود التأكيد بهذه المناسبة أن التدول على الوظائف والمناصب بمختلف مستوياتها يعد من السنن الحميدة وأمرا عاديا في تنظيم وإدارة المؤسسات إذ يساهم كل مسؤول في الرفع من جودة الأداء والتوفير الظروف الملائمة والموارد البشرية المؤهلة الضامنة لاستمرارية المؤسسة خدمة للدولة وتحقيقا لغاياتها الكبرى ولقد حرست شخصيا على جعل من هذا التداول على الوظائف والمناصب تقليدا متواصلا وثقافة سائدة ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف وديناميكية متجددة لاسيما على الضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا والتي تحمل في طييتها تحديات أمنية مستجدة وتهديدات أكثر تعقيدا تستوجب منا التكيف معها باستمرار السيد الفريق أول حذر من الأصوات والأبواق التي تحاول من خلال تأويلات وتحليلات خاطئة إثارة الشك والبلبلة في أوساط الرأي العام الوطني ولكننا لازلنا نسجل الأصوات الناعقة لبعض الأبواق التي تخرج علينا كل ما حدث تغيير في المؤسسة العسكرية والتي من المفروض أنها تشهد على غرار كل المؤسسات وجيوش تغيرات طبيعية تندرج دون شك في إطار تداول على الوظائف والمسؤوليات قلت تخرج علينا بتأويلات وتحليلات خاطئة ومجانبة للحقيقة بل ومغرضة هدفها إثارة الشك والبلبلة في أوساط الرأي العام الوطني من خلال بث الأخبار المزيفة والكاذبة إلا أننا واثقون من وعي وتفطن المواطنين لمثل هذه المؤامرات التي تصنع في مخابر التخريب في الخارج ويروج لها الخونة والعمل الذين عودون على مثل هذه الحركات كلما وصلت بلادنا تشبثها بمواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم وكلما عبرت بوضوح عن غيرتها على سيادتها وقرارها السيد كما أننا على يقين تام أن الوطنيين المخلصين سيعملون على الدوام على المساهمة في تعزيز منعاتنا الوطنية الشاملة ودعم جهود الخيارين لتقوية جيشنا الوطني الشعبي خدمة لاستقرار بلادنا والدفاع عن مصالحها العليا السيد الفريق أول أكد عزم الجزائر بفضل أبنائها المخلصين على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية والتصدي بحزم لكل الأعمال العدائية التي تستهدف كيان الدولة الوطنية ورموزها في الجزائر التي دخلت عهدا جديدا تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عازمة أكثر من أي وقت مضى على الصهر على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية كما أنها مستعدة للتصدي بحزم لكل الأعمال العدائية التي تستهدف كيان الدولة الوطنية ورموزها بالاعتماد على رصيدها التاريخي الزاخر وعلى شعبها الأبي الذي سيقف مع قاداته في كافة الظروف والأحوال كرجل واحد أمام أي جهة جهة تنوي الإضرار بجزائر الشهداء اختتم اللقاء بمتابعة سيد الفريق أول لتدخلات إطارات وأفراد القوات البرية واستمع إلى شغالاتهم واهتماماتهم شكراً لك انهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى علم كافة المواطنات والمواطنين الذين قاموا بالتسجيل قرعة الحج لهذا الموسم ولم يسعفهم الحظ أن القرعة الخاصة بهم ستجرى يوم السبت الثالث والعشرين نوفمبر الجري على مستوى مقرات الولايات أو أي مكان مناسب بحضور المعنيين أو من ينوب عنهم في ملف الاستثمار الفلاحي وضمن مساعي تحقيق الأمن الغذائي تسهيلات ومرافقة مادية وميدانية تقدمها الدولة للفلاحين الذين باشروا عملية الحرث والبذر بالمحيط الفلاحي تينيركوك بولاية تيميمون وبالموازات مع توسيع مساحات الأراضي الزراعية ورهان تنويع في المحصيل وجودة في المنتوج تقول فاطم الزهر بن فرج الله انطلاق موصيم البذر والحرث بولاية تيميمون موعد يحرص فيه الفلاحون على تسخيل العتاد الفلاحي اللازم لا سيما وأن كل الظروف متوفرة كخصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية ورنا وفرنا كل شيء وفرنا لزرعاء لونجري لشركة المرافقة للموسم وفرنا كل شيء إن شاء الله وهذه انطلاقه إن شاء الله انطلاقه طيبة ولا نجينا لنا بادينا نخدمه في الأرض نوجدها بأن نزرعها هذا وقت الحر ظروف لازم الفلاح يكون يختال بوزور لتكون نضيفه ونعيزه وخالي من سوائب نجاح عملية الحرث والبذر مرونة بالمرافقة الفعالة للمصالح الفلاحية من خلال الإرشاد الفلاحية ومع توفر المحطات الفلاحية بهذه الولاية وتوسعها فتحت أفاق للشراكة الجزائرية الإيطالية في مجال المحاصيل الكبرى وهي تجربة ستعود بالفائدة على القطاع الفلاحي بهذه الولاية تم منح لشركة إيطالية بيف في إطار شراكة الجزائرية لـ 26 ألف هكتار وستبدأ إن شاء الله عملية الحرث والبذر خلال هذه الأيام وكذلك منحنا مؤخرا في إطار الرواق الأخضر لمستثمر 12 ألف هكتار وهذا لإنتاج البدور نرفق الفلاحين كذلك من ناحية الإدارية والتقنية وذلك عن طريق الدعم الفلاحي وهذا الدعم يتمثل فيه في الميرشات المحوارية المضخات الغاطسة كذلك كل ما يخص الرأي الفلاحي الرفع من إنتاج الحبوب وتوفير هياكل التخزين أهداف تسعى الوصاية إلى تجسيدها من خلال الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمن الأمن الغذائي في الحياة دائما تضم ولاية معسكر أزيدة من 5000 هكتار من حقول البطاطا نصفها يقع في سهل عزين حيث شرع الفلاحون في جني المنتوج وسط توقعات بمردود وافر سفيان مقنين في سهل غريس جنوب معسكر تنتشر حقول وسعة من البطاطا سيتم جنيها في الأيام المقبلة وهناك حقول أخرى بدأت فيها عملية الجني ويقصدها تجار الجملة من كل أنحاء الوطن بنا جاي من تيارة كل عام نشر منها نبي عدد ربع سنين خمس سنين كل عام نشر منها الحمد لله يا ربي الغلة مليحة والسلعة مليحة هنا تبعوا السلعة نخدموا السلعة لازم نشروا حاجة نشروا حاجة مليحة ونبيعوا فني المواطن حاجة مليحة الدعم الفلاحي الذي أقرته الدولة ساهم في الحفاظ على المردودية الفلاحية لهذه المادة الاستراتيجية في السوق الوطنية لدينا الإنتاج هنا في المقاطعة تغريس حوالي 2548 اكتار هذا المساحة المحققة قلبية في اللاحب دولة جنيه للمحصول تاحهم والمردود هنا 250 اكتار في الحيطار وهذا بفضل الأسميدة التي دعمنا بها بفضل التنجيزات التعرض السقي بالرش وكين بالتقطير تم إنجاز أو تم غرس حوالي 5100 اكتار لتعتبر مساحة لا بأس بها مؤخرا انطالقت عملية الجني على مستوى المزارع وعلى مستوى المستثمرات الفلاحية اليوم وصلنا في الإنتاج فقنا 200 هكتار لراهي مجنية وراهي تضخف الأسواق المردود انتحه أو المنتوج الذي ننتظره فيه لفوق 1.500.000 قنطار من هذه المادة رغم تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي في سهل غريس مقارنة بالأعوام الماضية إلى أن المصالح الفلاحية والفلاحين يواصلون بدل مجهوداتهم للحفاظ على هذا المورد الزراعي الاستراتيجي للبلد في مجال المقاولاتية بركز تطوير المقاولاتية هياكل تميشاهها في كل جامعة لتشجيع المقاولاتية في الوسط الجامعي وهي خطوة أولى للحصول على تمويل المشاريع عبر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الموذج الثامنة اليوم من جامعة جلال اليابس بولاية سيد بالعباس مع سفيان مقني ثانية في هذه القاعة يجلس خريجو الجامعة من حاملية المشاريع الاقتصادية للحصول على تكوين لمدة ثلاثة أسابيع قبل إطلاق مشاريعهم والحصول على القروض اللازمة لذلك تعلمنا بعض الأشياء من خطة العمل كيف تدرس السوق كيف تتعلم فيها الضامن تكون لديك تحديث نتعلم فيها كيفية اختيار الفكرة ودراستها عبر تحليل صوت يعني دراسة الفرص والمخاطر ونقاط القوة والضحف تحديث الفكرة تعزز في نفسية أصحاب المشاريع الروح المقاولاتية حتى آخر شيء وهو الذهاب إلى البنك وكيف تقديم الملف إلى آخر يقوم المركز بدورات تحسيسية ودورات تدريبية وذلك الفائدة الجامعيين حاملين للمشاريع بالإضافة إلى ذلك فنقوم بعملية المناقفقة من أجل الحصول على التموين وذلك كلهم عن طريق التنسيق عن طريق اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ولتفادي التنقل نحو مقرات الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أصبح للوكالة مكتب داخل المركز يختصر على الطلبة عديد الإجراءات الإدارية نقوم بعملية المقاولاتية تقييم المشروع التعامل عمرت الكاتفشي البرزنتات التي نقدمها إن شاء الله لكميسيو نهار الثانيين البزنس بلان الدراسة التقنية والاقتصادية والإستيديو فيزابيليسي منذ بدء نشاط مركز تطوير المقاولاتية هذه السنة تم تكوين سبعين خريجا من حاملية المشاريع وتم قابول تمويل ثلاثة مشاريع اقتصادية في انتظار مشاريع أخرى نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بولاية قسنطينة ورشة تكوينية لفائدة المحامين المتربسين بالتنسيق مع المنظمة الجهوية لمحامي ناحية قسنطينة أعضاء المحكمة الدستورية يجيون اليوم كظيوف يشرفوا على هذه الورشة من أجل الهدف هذا كاب من أجل السعي ووراء التعليم وإعطاء للخطوط العريضة كيفية تحريك الدعوة فيما يخص الدفع بعدم الدستورية كيفية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تتطلب إجراءات خاصة ومعقدة تتم معالجات ووفق إجراءات معينة ولهذا نقول أنه دورنا في هذا البرنامج سيكون دور فعال لأنه أصلا هذا الدفع بعدم الدستورية المحامي المتربس والممارس هو طرف أساسي وشاريك أساسي في هذا الطعن أو الدفع بعدم الدستورية أحياء لليوم العالمي لحقوق الطفل نظمت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ورشة عمل حول وضع الطفولة في الجزائر بهدف إعداد مخطط العمل الوطني لسنة 2025 وتجسيده على أرض الواقع أميرا مدحي ورشة عمل ومناقشة حول الوضع المتعلق بحقوق الطفل في الجزائر بمشاركة جميع الهيئات الفاعلة في إطار أعداد المخطط الوطني للطفولة اليوم نحيي هذه المناسبة بعرض مشروع المخطط العمل الوطني للطفولة الذي يشارك في إنجازه كل قطاعات الوزارية المعنية بالطفولة وأيضا مختلف الجمعيات والأسلاك الأمنية أكيد اليوم لما نتكلم على المخطط نتكلم على تتمين مجهودات الدولة الجزائرية في مجال الطفولة بالتسانة القوية لسيما على رأسها الدوسول الجزائري اللي يعتبر من دسات القليلة اللي تم فيها إقرار مبدأ المصلحة الفضلة للطفل كيف كنا نعمل من أجل تحقيق هذه المصلحة اليوم العالمي لحقوق الطفل فرصة لرفع مستوى الوعي العام بحقوق الطفل وتعزيزها وتسليط الضوء عليها لتطبيقها على أرض الواقع اليونساف قررت أن تركز أكثر على مستقبل الأطفال خاصة الذين يعانون من ويلة الحروب على غرار أطفال غزة اليوم يجب أن نعمل بجهد أكثر لتوفير البيئة الملائمة لحمايتهم ورعايتهم وتسعى مخرجات النقاش إلى وضع إطار استراتيجي وطني لحماية حقوق الطفل الجزائري يسعى لتحقيق نتائج تتعلق بتعزيز مكانته وضمان مستقبله وفي ظل انتشار استعمال شبكة الأنترنت في أوساط الأطفال أشرت السلطات الجزائرية وضع جملة من القواعد والإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الأطفال من مختلف تداعيات الأنترنت ومخاطرها تفصل فيها حفظا جاني مع تطور التكنولوجيا وانتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عند الأطفال توجهت المنظومة الجزائرية نحو تشجيع العدات الآمنة والتوعية بالتهديدات السيبرانية التي أضحت تهدد أمنى وسلامة هذه الفئة الهشة يجب في العائلة أن تكون في التقافة التربية التكنولوجية للولدين أو أفراد العائلة يكونوا وعي لازم بأهمية استعمال وظائف التكنولوجية كالهاتف أو الطابلات أو غيرها من الوسائل التكنولوجية لدى الأطفال لأننا نعيش في تحديات جديدة يجب أن نكون وعين بها تكوين الوسطاء الذين يعملون على ترقية الإيجابيات وترقية كذلك حسن استعمال الفضاء الأزرق وتقريبه من الطفل حتى يتعلم الطفل وحتى يكتسب الطفل كل المؤشرات الخاصة بالمخاطر التي يمكن أن يتعرقها من هذا الجانب وللحفاظ على سلامة الأطفال حدد المشرع جملة من الإجراءات والتدابير للتصدي لمختلف المخاطر والجرائم المرتكبة ذات الأطفال نهتم بكل ما هو متعلق بالطفولة كل ما هو متعلق بالطفولة إجراءات قضائية إجراءات وقائية حملات تحسيسية نرافق الطفولة في الميدان في المدارس عندنا دائما هناك اتصال مباشر ما بين الشرطة وشريحة الطفولة إجراءات وأخرى جاءت لتعزيز مكانة حقوق الطفل في الجزائر لكونه الركيزة الأساسية لبناء المستقبل في سيق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من الثالث عشر إلى التاسع عشر نوفمبر الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني ففي طال مكافحة الإرهاب سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية ببرجبج مختار يتعلق الأمر بكل من فلاني أحمد المدعو أبو بكر الطهر واتباري الزين المدعو عبد الحكيم والذين كان بحوزتهم مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى كما تم توقف ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني وفي طار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة للتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية خمسة وخمسين تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال أربعة قناطير وستة كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط ستة كيلوغرامات فاصل واحد وثلاثين من مادة الكوكاين وستمائة وواحد وستين ألفا واربعمائة وتسعة وثلاثين قرصا مهلوسا وبكل من تمرست وبرجباجي مختار وإنقزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مائتي شخص وضبطت ثلاثين مركبة ومائة واثنين وتسعين مولدا كهربائيا وسبعا وتسعين مطرقة ضغط وثمانية أجهزة كشف عن المعادن بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب في حين تم توقف ثمانية أشخاص آخرين وضبط اثنتين عشرة بندقية صيد وأربعة مسدسات آلية وبندقية قناصة وقرابة خمسة عشر ألف لتر من الوقود بالإضافة إلى ثني عشر طن فاصل خمسة وسبعين من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة وهذا خلال عمليات متفرقة عبر أتراب الوطني ومن جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا مئتين وواحدا وثلاثين شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف 98 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر تراب الوطنية تزامنا والاحتفال بسبعينية ثورة التحريرية المباركة وبمناسبة الذكرى الثامنة لوفاة رئيس الكوبي الراحل في دالكاسترو نظمت جمعية مشعل أشهيد بجريدة المجاهد وبالتنسيق مع سفارة كوبا ندوة تاريخية حول سيرة ومسيرة الزعيم الكوبي حيث تم تسليط الضوء على العلاقة التاريخية التي جمعت كاسترو بالجزائر منذ ثورة التحريرية وحضر الندوة مجاهدون وباحثون وشخصية سياسية وتاريخية عقب صدور بيان من خلية الإعلام والاتصال الجزائرية للطرق السيارة حول برنامج تحويل حركة المرور من المصاري الحالي لطريق السيار شرق غرب نحو الرواق المخصص لمحطتي الدفع بمزايا بولاية البوليدة وخميس الخشنة بولاية بومرداس تعلم وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بأن هذه العملية تدخل في إطار أشغال الصيانة الدورية للطريق السيار شرق غرب والأمر لا يتعلق بتاتا بالشروع في أي عملية ذات صلة بدفع رسم المرور بالطريق السيار شرق غرب غير المدرجة في برنامج الحكومة في هذا الصدد تؤكد الوزارة بأن توفير الظروف المواتية لضمان سلامة المرورية لمستعملية طريق السيار شرق غرب يشكل الأولوية الوحيدة للقطاع وذلك من خلال برمجة عمليات للصيانة التي ستمكن من ديمومة منشآته عقب فشل مجلس الأمن اليوم في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة أكد ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة عمار بن جامع أن مشروع القرار سعى إلى كسر الصمت الذي يصم الأذان بعد مرور خمسة أشهر ظل خلالها مجلس الأمن متفرجا مكبل الأيدي مجددا لتأكد بأن جهود الجزائر لن تتوقف حتى يتحرك مجلس الأمن بشكل حازم الجزائر بلدي لطالما دعت إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وإلى فرض عقوبات على من يتحدى الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي ولهذا موقفنا تمثل في اعتماد قرار في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تقدمنا بتنازلات هائلة خلال المفاوضات ولكن بالرغم من ذلك وضو واحد اختار أن يعرقل أي تحرك للمجلس رسالة اليوم واضحة أولا للإحتلال يمكنكم أن تستمروا في إبادتكم الجماعية يمكنكم أن تستمروا في عقابكم الجماعي للشعب الفلسطيني مع إفلات كامل من العقاب رسالة للشعب الفلسطيني رسالة واضحة الأغلبية العظمى من العالم تتضامن مع محنتكم لكن للأسف من المأساوي أن البعض لا يأبهون بمعاناتكم علينا أن نسأل اليوم أنفسنا كبشر أليس كافيا أن أربع وأربعون ألفا من الفلسطينيين قد قتلوا في غزة سبعون بالمئة منهم من النساء والأطفال كم عدد القتلى سننتظر حتى نفرض وقف إطلاق النار يحدث هذا وأجساد أطفال غزة بتزال تتمزق أشلاء بفعل أسلحة فتاكة أسلحة تحمل على متن سفن ترسو في موالي المغرب بمباركة نظام المخزن قبل أن تعبأ بالوقود لتواصل مسارها بحرا إلى الكيان محمد سليم حمادي تدك سرخاتهم الجبال أطفال غزة وتسحق عظامهم في جاباليا خان يونس ورفح بأسلحة محرمة حرمتهم حق الحياة وفي أفضل الأحوال حرموا البراء من هنا مرت سفن تشحن أسلحة الموت وكثير من الحقد الدفين ضد الإنسان الفلسطيني والإنسانية وعلى موانئ من كان يفترض أنهم أشقاء الدم والدين والجغرافية رسد أن يستقبل المخزنية سفينة مايرت دينفر الأمريكية في ميناء طنجة المتجهة للكياني وعلى متنها كل تلك الأسلحة القاتلة الفتاكة فتلك بركات التطبيع وأن يستقبل المخزنية سفينة الدمار والموت بعدما رفضت إسبانيا رسوها على موانئها فذاك أشد ضرب من ضروب الخيانة لله الوطن وغزة تاج الأمم خيانة ستبقى إذا محفورة في ذاكرة أهل غزة المغالة بالألم والجراحات ولن تمحوها السنون ولا خطابات المخزن وأراجيفه حول لجنة القدس فما أكذبها من خطابات وما أبشأ التطبيع والمطبعين والتنفيذ لبنود اتفاقية التطبيع المشين يوسع نظام المخزن من عملية مصادرة أملاك المستضعفين من شعبه وصل الأمر لحد تهديم منازل المواطنين في عز موسم البرد وتشريدهم قصرا مقابل تجنيس أحفاد السهاينة وتوطنهم في البلاد خالد حجللي برعاية من المخزن نسعي إلى تجنيس أكبر عدد من أحفاد اليهود السهاينة تسارعت إشعارات العدالة للمواطنين المغلوب على أمرهم تأمرهم بإخلاء ممتلكاتهم فالأولوية عند المخزن المهرول للتطبيع لليهود ممن يزعمون امتلاكهم للأصول المغربية ممن يزعمون ممن يزعمون هذا الترياب جاني ويقاصح هذا الترياب هذا الترياب جاني بحلت فنت بحنيني هذا الدرياب جاني بحلت فنت مويمتي أنا ما كنش يحصب أنا كنقول بلد جدودي والدي وأنا دي ما فيها من أصحاب الأملاك العقارية لليل كيتفاجئوا اليوم بواحد الأخبار نعم لم تعد الملكية القانونية تشكل حصانة ضد سلب أملاك الشعب المغربي بالقوة العمومية لصالح السهاينة بلد الحجراء بلد القمع أي حاجة توقع مشكورني أنا رف بلادي وأنا رف مغربي حسب رأسكنا قد يتمارس عليك الظلم هكذا يوسع نظام المخزن عمليات مصادرة أملاك المغربيين وتسليمها للصهاينة أو ما بات يعرف بالملاك الأصليين تحت أعين الشعب المغربي واستغلال أموال المخدرات في شراء ذمم الهيئات الرياضية الدولية وبث التقارير الكاذبة والمغلوطة سلاح الآخر في أد المخزن الذي لا يتوانى في اعتماد أقضر الأسلي بما يخدم مصالحه وشعره في ذلك الغاية تبرر الوسيلة اسمان سلطان بعائدات الحشيش والمؤامرات يخوض أذناب المخزن مباراة خاسرة في ملعب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مخزن فعل الأفعيل ليسجل اسمه على قائمة الدول المستضيفة لبعض من مباريات كأس العالم حدث عالمي وإن كان هو الأكثر متابعة وحضوة إلا أن سخب مبارياته الملتهبة لن يغطي عن فضائع مخزن غارق في مستنقع فوضاه الداخلية تقرير مفصل لمنظمة العفو الدولية يفجل فضائح تطال نظام البلاد ويتهمه بالتلاعب والغش في ترحي ملفه لتنظيم كأس العالم يأتي ذلك بعد تقييم سنوي يعنى بمدى التقييد بمعايير وضوابط حقوق الإنسان في التحضير لكافة بطولات كأس العالم التقرير أكد أن الملف الذي قدمه المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم تشوبه عيوب فادحة وثغرات متعددة بخصوص المبادئ الموصى بها لمقتضايا القانون الدولي الإنساني التقرير ذاته عرى الوضع الحقوقي الخطير الذي يعيشه الشعب المغربي من اختلالات وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وغياب للإصلاحات القانونية والبنى التحتية المتهالكة وحتى الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالشعب المغربي ولا تزال وضع بات معه الفساد مقترنا باسم المغرب البلد الغارقي في الأزمات والفضائح والممول بأموال طائلة من الحشيش والمخدرات أموال لا يتوانى نظام المخزن في استغلالها لبعث تقارير كاذبة ومغلوطة بخصوص الأخطار المحدقة بحقوق الإنسان أثناء تنظيم تظاهرة دولية تاريخ ملطخ بالسياسات الرعناء وأسليب الرعاع النخبوي أحرقت أوراق نظام مخزن ووضعته على قائمة اللائحة السوداء من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في تطورات الوضع بفلسطين المحتلة وفي اليوم الحادي عشر بعد الأربعمائة من الحرب على غزة استشهد ستة وثلاثون فلسطينيا في غارات صهيونية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الذي شهد مجزرة جديدة في جباليا فيما ارتفع عدد شهداء إلى ستة في قصف صهيوني استهدف مدرسة تأوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع يحدث هذا في وقتا استخدمت فيه واشنطن اليوم مرة أخرى حق الضيط لإجهاض مشروع قرار طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفي ظل حرب الإبادة الوحشية التي تطال الفلسطينيين بقطاع غزة يقف الأطفال في مقدمة ضحايا الآلة الحربية الصهيونية التي تضعهم ضمن أولويات بنك أهدافها ورسل تلفزيون من غزة وسامة بوزيد تتجسد معاناة أطفال فلسطين بواجعهم وجرحهم النازف يرسمون شكلا من المعاناة التي هزت كل جنبات القطاع من الحد إلى الحد فهم شهداء وجرحى ومنهم ما زال تحت الركام طالبنا ونطالب وسنطالب في كل وقت بأن يتم إيقاف هذه الحرب والنحظة بأبسط حقوقنا حقنا في الأمان أو حقنا في العلاج أو حقنا في الحياة بشكل عام منذ بدء العدوان استشهد أكثر من 17492 شهيدا من الأطفال بينهم أكثر من مأتي رضيع ولدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية ولا زالت آلات حرب الاحتلال تحصد بمنجلها أرواح الأبرياء منهم ليلة نهار أطفال عدمت طفولتهم في أثناء الحرب ما فيش لا دراسة ولا فيه أي شيء ولا فيه مقاومات حياة نهائية والأطفال تتروع من ضرب السواريخ ومن الحرب هذه اللي ساعة وإن شاء الله نتمنى أن الحرب تخلص فأطفال غزة يعيشون الخوف والرعب وكبروا قبل أوانهم ونزحوا مع عائلاتهم عدة مرات وأصبحوا يبحثون عن كل شيء يمكن أن يبكيهم على قيد الحياة فمنهم من استفوا طوابير طويلة لساعة بحثا عن مصادر المياه بعد جوع وعطش شديد أنهك أجسادهم الغضة وباتوا يعانون من سوء التغذية التي أدت إلى استشهاد العشرات منهم نحن من نتعانى من الماء ومن الأكل والشرب والمدارس فيش مدارس بطلنا نعرف مقرى بطلنا نعرف ناكل فيش أكل فيش حياة فيش ولا حاجة بالدنيا فأطفال غزة لن ينسوا ما حل بهم وبعائلاتهم من مذابح على مدار أشهر الحرب وسيكبرون ويحملون على عاطقهم ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم وسام عبو زيد التلفزيون الجزائري فلسطين في لبنان سعد الاحتلال الصهيوني اليوم من وطيرة عدوانه على جنوب البلاد في وقت تتواصل فيه عمليات توغل البري والتي خلفت استشهاد ستة لبنانيين بينهم جندي في الجيش اللبناني بقصف مدفعي على بلدة ناقورة كما شن طيران الاحتلال غارات جوية على بلدة الخيام وتعرضت مناطق برج الملوك وسهل مرجعيون بمحافظة نبطية لقصف مدفعي عنيف ما دفع بأكثر من ربع السكان للنزوح القصري نحو مناطق أمنة داخل البلاد نختم ونشر مشاهدين بنضال الشعب السحراوي الذي لا يعدم وسيلة في سبيل التمسك والحفاظ بهويته الوطنية في هذا السياق تعد الخيمة ركيزة هامة من ركائز المقاومة والتمسك بالثقافة والتقاليد السحراوية الراسقة تمسك بات مصدر إزعاج لنظام المخزن الذي لطالما سعى لتمصي الهوية السحراوية تعد الخيمة الصحراوية إيقونة حاظنة لصمود الشعب الصحراوي المتمسك بعاداته وتقاليده منذ القدم رغم مخططات نظام المخزن المغربي لطمسها الخيمة هي هي بل مسكن و هي هي اللي بلد ما فيه الخيمة احنا ما نعرفوه لنسكنوا فيه هو هي اللي كنا طبيعي نسكنوا فيه وفيه تراثنا هالت رعي فيه ثقافتنا ماي كيف تغالت حد ثقافتنا ماي كيف ثقافت حد وهذا الدليل عليك شوفه رعي العائلة تسكن فيه اللي جاه من الضيافين يسكن فيه أثاثها اللي يعود فيها القطايا فرعاهم كيف تشوفهم الفرعاهم يعدلوا من جلود النعاج هذا شوف تغليدي رعاها له هذا الوزار من أثناء الصغارات اللي عبوهم بتغليدين حنا نلول ذاك العليات الكبارات وهذا الطفيلة الصغارات يكي يوعاهم يكبروا عليه ويوعاهم يتغالدنا عندنا الخيمة ما ما نتنازلوا عنها الخيمتنا التغليدية ماي كيف خيمة المغاربة ولي كيف شغلت المغاربة إحنا خيمتنا هذه هي الترعو فيها الثقافة الصحراوية شكل من أشكال الدفاع المتقدم للقضية وما يميزها استقلال الهوية الصحراوية حاول المقريب عنه يطمص هذه الهوية وهذه الهوية ما يقدر يطمصها بمعنى الشعب هذا هو متواجد وشعب هذا هو متمسك بيها وشعب هذا هو حامي تراثه وحامي تقاليده وحامي عاداته هذه الثقافة ما هي عند المغاربة ولا أخلاق وذرا ولا خالق صحراوي ما قلدوه لبسوه درعا عميلة ولا خالق عمراء ما لبسوه ملح عسري إذا ما أوليه شابه لأهل الصحراء وهذا ما ممكن في عهل الصحراء ولا قطعاتوا صحراويين والصحراويين ما له يعدوا مغاربة ولا قطعات المغاربة ولا في التاريخ نحن الصحراويين عندنا عادات وعندنا تقاليد وعندنا أولاء وإحنا والمغاربة ما نقدر عود وقع سيال هي ثقافة الرأس خرامة محاولات التشفيه تعزف لحن التحدي والحياة على ذرب النضال والحرية نضالهم وثباتهم ورخصوخهم نختم نشرتنا إلى قراءة ثانية في عنوينها بصفة رئيسا لمتدد دول وحكومة الألية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يشرف على مراسم آداء السفيرة ماريونتوانيت روسكواتر اليمين مديرة تنفيذية للأمانة القارية للألية الإفريقية ترأس الجزائر لمنتد رؤساء دول وحكومة الألية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء فرصة لتوحيد الجهود تعزيزا للتضامن الإفريقي وخدمة لمصلحة شعوب القارة الوزير المتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنغريحة يترأس مراسم التنصيب الرسمي لقائد القوات البرية الجديد ويؤكد أن الجزائر عازمة أكثر من أي وقت مضى على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية في اليوم العالمي لحقوق الطفل مخطط عمل وطني يؤثر آليات الحماية وكانت لنا في النشرة صورة عن المخاطر المحدقة بالطفولة في ظل سوء استعمال الوسائل التكنولوجية دعما للحركية الاقتصادية الوطنية المنطقة الصناعية الجديدة المطروحة بالطرف فضاء استثماري واعد بكافة المتطلبات ومراكز تطوير المقاولتية دعامة لانفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي ومرافقة خريجي الجامعات متابعنا في تدعيات التطبيع الأعمى نظام المخزن يهجر مواطنيه قصرا في عز موسم البرد فيستغل أموال المخدرات في شراء الذمام والضغط على الهيئات الرياضية شكرا لكم مشاهدين على المتابعة تحياتي وتحيات كل الفريق الذي كان في خدمتكم السلام عليكم اشتركوا في القناة